أهلا بيكو متابعي يلا كورة في لقاء جديد ولقاءنا النهاردة مع نجمال منتخب الأولمبيا السابق كابتن حسام حسن أهلا بيكي كابتن حسام في يلا كورة أهلا بيكي برحب بيكي طبعا ومبسوط جدا أن أنا موجود معاكي في منصة كبيرة ومنصة علامية كبيرة زي يلا كورة كان لك تعليق على فرق المعاملة مع رمضان صبحي بعد منتقل لبيرمدز وقلت في مصر إحنا عندنا هنا بنكيل بمكيالين ممكن تشرح لي أكتر المقولة دي؟ مش حكاية مكيالين قوي بس أنا شايف أن رمضان صبحي لعيب كبير جدا واحد من أفضل اللعيبة اللي موجودة في مصر في مركزه لعيب عنده إمكانات عالية إمكانات بدنية وإمكانات فنية على أعلى مستوى وبالتالي رمضان لما كان موجود في النادي الأهلي كان بياخد دعم غير طبيعي سواء دعم جماهيري أو دعم فني أو دعم حتى من النقاط الرياضيني اللي موجودين في الاستوديوهات التحليلية لما رمضان قرر ياخد قرار مصيري في حياته الشخصية أي أن كان بقى القرار ده صح أو غلط العواقب بتاعته هو اللي هيتحملها رمضان صبحي لكن هي الفكرة مش معنى أن العيب يجي عكس الاتجاه بتاعي أن أنا عادي أو أن أنا أعمل عليه حاملة ممنهجة علشان أخلص عليه بلغة الكورة يعني فده اللي كان حاصل مع رمضان مع العلم رمضان صبحي لما مشي من النادي الأهلي أنا متفق تماما أن مشيانه من الأهلي ده أثر عليه بشكل غير طبيعي من حيث الكاريزمة ومن حيث الوضع بشكل عام بالنسبة الرمضان في مصر والتقل والقيمة الفنية أكيد اللعيب اللي بلعب في أهلي وزمالك ما احترامي لكل الفرق لا الموضوع المشوار بالنسبة له بيتأثر بشكل كبير اللي أنا هعمله في أي نادي تاني لو عملته في سنة واحدة أو موسم واحد في أهلي وزمالك هيأثر على المسافات بشكل كبير وخصوصا أن رمضان صغير بس لما هو ميشي وخد القرار آآ هو أصلا ما كانش على زمة النادي الأهلي هو راجل كان بيلعب في هادرسفيلد في الدورة الإنجليزية وبالتالي عقده خلص مع النادي الأهلي الإعارة وهو كان حر قراره يعني موقفه مختلف عن موقف مثلا عبدالله السعيد موقفه مختلف عن موقف حسام عشور إن أنا لا أنا مش عاوز أجدد إن أنا مش عارف إيه فالناس خدت من الحتة دي وبنت عليها حاجات هامش أو بنت عليها حاجات فرغة علشان تصدر حاجة معينة للجمهور وإحنا عارفين في مصر إن إحنا عاطفين زيادة عن اللزوم الجماهير في مصر خصوصا الانتماءات بتغلب على الناس بشكل غير طبيعي والناس أهلي أو زمالك أين كان القاعدة الجماهيرية بيبهم حاجة عندها النادي مالوش دعو بقى باللعيب أنا كده كده هيمشي رمضان وهيجي ميت واحد وألف واحد زي رمضان ويمكن أفضل ويمكن أقل ده طبيعي جداً فكورة بس عشان كده قلت إن رمضان ماشي كويس جداً مع بيرامدز بس معلوش الضوء والسبوت والاهتمام اللي كان عليه مع النادي الأهلي وبالتالي الناس بتهاجموا على الفاضي وعالمليان وبيحطوه في جملة مفيدة بدون أي سبب في نهاية لقاء أنا بنشكورك يا كابتن ومبسطنا جداً موجودك معنا ونتمنى لك دايماً التوفيق يا رب أنا مبسوط جداً أن أنا موجود مع حضرتك النهاردة وهتمنى أن احنا نقدمنا حاجة كويسة للناس يعني مرسي ليك يا كابتن ربنا يا خليك شكراً لكم متابعينا ونلتقي في لقاءات أخرى إن شاء الله